اشتركوا في القناة عن تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة إلى 2% مع مواصلة التتبع عن كثب للضرفية الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي خاصة تطور الضغوط التضخمية الحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رحب بضيف التحرير لهذا اليوم الأستاذ محمد زدري الخبير المالي والاقتصادي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا سي جدري ماذا يعني في البداية لمن لا يعرف رفع نسبة الفائدة بغض النظر عن النسبة ولكن بشكل عام رفع نسبة الفائدة بالنسبة الرئيسية اللي يقوم بها البنك المركزي اللي هو بنك المغرب هذا يمثل البنك المركزي المغربي وليك يحدد لنا كيفاش أن القروض يعني غدت باع عند الأبنك بحيث أن اليوم سنرى أن السعر الفائدة هو 2% عند البنك المركزي وبالتالي فإن الأبنك التجارية المغربية هي ستشتري القروض بـ 2% عند البنك المركزي وستبيعها بنسبة أخرى لنسبة مرتفعة وبالتالي بأن نسبة الفائدة ارتفعت من 1.5% إلى 2% في هذا النهاية شهر وبالتالي فإن ابتداء من 1 أكتوبر فإن البنوك التجارية سوف ترفع من سعر الفائدة لو كانت مطبقة اليوم مثلين القوة الاستيلاك ولا بسبب القوة العقار أو بسبب القوة المقاولات سوف ترتفع مع حلو شهر أكتوبر القادم جميل نصف نقطة يعني رقم لم يسجل منذ 50 نقطة لنصف المئة لم يسجل منذ 2008 ولكن في نفس الوقت بنك المغرب تريثة تأنى نوعا ما كثيرا صحيح الكل كان ينتظر هذه الخطوة على غرار الفدرالي الأمريكي على غرار مجموعة من الدول في الخليج العربي حتى دول نفطية رفعت نسبة الفائدة ولكن باك المغرب يعني أراد أن يستشرف قادم الأشهر بالنظر إلى تطورات الوضع الاقتصادي بالنظر إلى تطورات أخرى لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية أسعار البترول إلى غير ذلك فكان اليوم الرفع هذا الرفع مجبر أخاك لا بطل مجبر الجواهري لا بطل أم أنه يعني شر لا بد منه هذو التشخيص ربما للوضعية أنا أعتقد اللي خصنا نعرفه اليوم الأساسي هو أن اليوم القصاد العالمي بصفة أساسية يعيش مواجهة تدخم الوساط لمستويات قياسية نتكلم عن أمريكا وصل فيها الأكثر من 9% أوروبا كذلك فات فيها 9% ولكن بالنسبة للمغرب المشكلة اللي خلأنا بك المغرب أخذ القهار هو أن ارتفاع وطيرة للتدخم في المغرب هي ارتفعت من 4% في الفصل الأول إلى 6% معاني هيئة يونيو إلى 7% معاني هيئة اليوز إلى 8% معاني هيئة غشت وبالتالي فإن باقي المغربي يعني شاف بأن إذا بقيت الأمور غدب هذه الوسيرة هذه ممكن تجاوزه 19% معاني هيئة السنة وبالتالي فإن صحيح أن اليوم هذا الدخم في المغرب هو له أساس لهي خارجية بحيث أننا نتكلم عن ارتفاع في أسعار الطاقة ندوع القازوان ندوع البنزين ندوع على ارتفاع في مجموعة من المواد الأولية كالحديد النحاس الألمنيوم الزجاج الخشب ارتفاع كذلك في مجموعة من المنتوجات القمح وما جاورها من المنتوجات ولكن اليوم اللي هو صعيب والذي خلال باقي المغرب أن يرفع مسائل فائدة هو أن هذا الارتفاع في المغرب وصل إلى منتوجات أخرى ما عنداش علاقة بالخارج وبالتالي فإن اليوم بتلان سلة اللي يعتمد عليها المغرب في الاستيلك دي وليفها واحد مئة وستين دي المنتوجات كتر من ستين في المائة ملأ من المنتوجات هذه ارتفعت نسبة تدخم فيها بأكثر من اثنين في المائة وبالتالي كان لزامن على البنك المغرب بلا إضافة إلى أنها التوجه هو توجه دولي كندوي على أمريكا رفع ثلاث مرات من سهر فائدة بالنطقة البنك الفيدرالي الأمريكي كندوي على البنك الأوروبي رفع كندوي على البنك الهندي وبالتالي فإن كان لزامن على المغرب بجمعة سؤال ديالك واش هو شر لابد منه أولا هو خيار أنا أعتقد بأن الاختيار الراجح اللي يكون عند البنك المغرب أساسا هو اللهم نخفضه من تدخم لأنه لا يؤثر على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسطة وعلى المدى البعيد يعني نخفضه شوية من الاستيلك ديالنا أحسن بكثير ما أننا نقاوف وحد تدخم اللي هو مرتفع لغيطة على قدر الشرقية للمواطنين وكعرض بأن قدر الشرق المواطنين عند علاقة مباشرة بالسلم الجديد وهنا أبغينا نفسر أنه اليوم توجد يعني نسبة الفائدة ستزيد من السيولة هذا الطرح صحيح وهذه السيولة التي كانت منخفضة أمام مجموعة من السلع ما أدى إلى ارتفاعها اليوم حين نرفع نسبة الفائدة فإننا نرفع بالتالي السيولة المالية المتوفرة في الأسواق وبالتالي يكون هناك خفض بشكل تلقائي من التضخم والتضخم يؤدي إلى انخفاض في مجموعة من الأسعار هذا أمر صحيح؟ تماما تماما هذا هو وليك يوقع لأن اليوم شنو خصنا نقوم به باش نعرفوا بأن باش كروا عدنا مواجهات التضخم كتكون عدنا على مستوى العالمي عدنا جوج جلل النقاط وشأننا نجاوبوا عليها إما كنرفع عمل الإنتاج اليوم غير ممكن لأن اليوم عدنا ارتباك في سياسة الإنتاج وستوى التويض على مستوى العالمي بالإضافة إلى أن متوجة الطاقة وصل المستويات القياسية في الإنتاج وبالتالي فإن الخيار في عمل الإنتاج هو خيار لا يمكن لدينا الخيار الثاني هو أننا نجعل الولوج إلى التمويلات المنكية كي صعاب وبالتالي فإن غداء بعد غداء يعني الأشخاص الأفراد غيروا لديهم صعوبة في الولوج إلى التمويلات المنكية لذلك القوة الإستيقل والقوة العقارية وكذلك أساسا المقاولات حتى أن اليوم المقاولة لكي تأخذ كريدي القرض بـ 3% أو 4% غداء تأخذ بـ 5% أو 6% وبالتالي فإن نخفضه من الاستيقل على المستوى المحلي منذ أن نخفضه الاستيقل على المستوى المحلي وإن المجموعة المنتجات كتلقاك تكون في العرض وكي لا يمكن لغيش لها وبالتالي كي هبطة من دياله وهذا هو لكي نبتغيوه باش نوصلوا لي باش نعطنا واحد التوافق تحدثت عن نقطة هامة اليوم سعر الفائدة ارتفع على مستوى البنك المركزي سيرتفع على مستوى البنوك التي تقدم قروض استهلاكية قروض لشراء العقارات وقروض لفتح المقاولات صحيح فاليوم قد يعني نسب البطالة مرشحة للارتفاع شيئنا ما بين لأن المقاولات لن تذهب إلى الاقتراض في ضل ارتفاع سعر الفائدة مما لا يشكفي مما لا يشكفي مما لا يشكفي أن من المتوقع أن الأعداد البطالة ستبقى مستقرة حتى النهاية 2022 ولكن سوف تبدأ في الارتفاع بتداء 2023 ولكن اللي هو مزيان هو أن هذا القرار هو قرار الذي سيكون تابت في الزمن بحيث أن نتحكم في التدخم دينا بشيء إلى 2% أو 3% هذه الساعة ممكن أن نعود نتوه الولوج إلى المقاولات ولكن اللي هو أساسي هو أن ابتداء 2023 متوقع أن الرقام ستحتفى على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العلم لأن هذه منطق اقتصادي محد نعم ولكن ماذا عن الاستثمار الدولة تقر اليوم ميثاق الاستثمار وتحتاج إلى أن يكون هناك شجاعة لدى الرأس المال الذي يوصف بالجباد من أجل الإقبال على الاقتراض وبالتالي معين ولكن المملكة تريد أن تنعش الاستثمار وتسعى لكي يكون ثلثين الاقتصاد للقطاع الخاص والثلث للعام وليس ما يحدث اليوم صحيح لحسن الحد هو أن الاستثمار العمومي يشكل الثلاثين من الاستثمار الشامل الذي يصل لي في 2030 هو الاستثمار الخاص الذي يشكل ثلاثين ولكن بما أن الاستثمار العمومي هو الذي يوصل لاتجاهه أعتقد بأن هذا الاستثمار العمومي سيجعل طلبية عمومية التي ستعطي مقاوات صغيرة جدا ومتوسطة التي يمكن تحرك العجلة اقتصادية على أمل ولكن ليه أساسي هذا معادة كما قلنا معك ربما في حلقة سابقة آخر العلاج الكي اليوم وكأنك داويها بالتي كانت هي الداء اليوم نحن نبحث عن استثمارات اللي لن تكون فقط محلية صحيح بل أجنبية أيضا والمستثمر الأجنبي قد يأتي برأس مال وقد يقترض من مؤسسة محلية صحيح ولكن اللي هو مزيان هو أن هذه العملية هي عملية شاملة حتى المستثمر الأجنبي كيف ياخد قرض إلى خداف أمريكا أو خداف أوروبا أو خداف المغرب دي من نسبة مرتفعة هذا هو اللي هو مزيان وصعيب هو أن هذا 2% مشي 3.5% لكينا في أوروبا ومشي 3.5% لكينا في أمريكا 2% هي باقة في المتناول ولكن بقى المغرب كان حجرا في بلاغي بأن قلبي أنه رفع إلى 2% ولكن سوف يبقى متابعا ومراقبية الضرفية وممكن أن مع نهاية السنة ممكن أن يوصل إلى 2.5% هذا ما ننتمنى يعني من نهاية السنة نعم ماذا عن الإدخار برفع نسبة الفائدة يعني السيولة المالية تكون متوفرة أكثر في الأبناء ويكون هناك إقبال على الإدخار نظرا لأن الفائدة مرتفعة وتقليل من الاستهلاك تقليل من الاستهلاك قد يؤدي إلى انحصار بعض الأسعار المتعلقة بمجموعة من السلع التي شهدت إقبالا قد يكون مبالغ فيه ولكن في نفس الوقت قد يؤدي إلى أن عجلة الانتاج وحركة الأموال في الأسواق تكون أضعف مما كانت عليه صحيح هذا الأمر هو أمر مهم وكأن الأمر هذا ممكن أن يرفع لنا من الدخار في وقت الرخاء اليوم قد يؤدي إلى المواطنين المغاربة هي متأتيها بشكل كبير كان ندوي على الدخل المحدود يعني يالله كيف يكون الشهر ديالهم كان ندوي على طبقة متوسطة اليوم هي طبقات متوسطة حتى أن طبقة متوسطة تهبط إلى عتبة الفقرة وطبقات أخرى يالله كنتكمل الشهر لأنه عنده مجموعة متاريف للتعليم للإستحاد للترفيه للمجموعة من الأمر ولكن هذا لا يمنع بأن اليوم ستكون إمكاني للناس اللي بغير يمشون الإدخار بحيث أن الأسعار الفائدة سترتفع كذلك وهذا أمر هو إيجابي بالنسبة للناس اللي بغير يمشون يمشون لفواس الاستثمارية خلال السنة المقبلة في سنة 2021 حركة السيولة المالية داخل الأبناء بما أنه سيكون هناك إقبال على الإدخار من أجل ربح سريع بناء على رفع سعر الفائدة لا يشجع هذه المقاولات البنكية أيضا بدورها وهي جزء من الاستثمار الخاص داخل المملكة على يعني الإقبال على مجالات جديدة في مجال الاستثمار هذا ما نتمنى ولكن وللأسف في المغرب المشكلة لدينا في قطع البنكية هو أنه يعتمد وعلاقات قاعدة كلاسيكية وأن الأسمان هو جبان وكننا عرفون في المغرب بأن يعني بخلاف مجموعة من المشاريع التي هي مضمونة منطرف الدولة كمثلا برنامج فرصة أو برنامج انطلاقة لفيد الضمان للدولة من الصعب على مقاولة مغربية أنها تولج إلى تبواتي البنكية لمنطرف الضمان ولكن اليوم أعتقد بأن هذا الأمر ممكن يخلي لأبنك أن تفكر لأنها تكون عندها سيولة بنكية التي هي زيدة وبالتالي يمكن تبقي لأي استثمارات أخرى التي تعد عليها بالنفع خلال السنوات القليلة المقبلة نعم طيب هل من حي الزمني اليوم لكي نتعرف على أثر هذا القرار على السوق المغربية وعلى الأسعار التي شهدت تضخما مرتفعا أنا أعتقد بأن الضرفية اليوم هي مناسبة لماذا؟ لأن الضرفية نضع لأسعار مجموعة من المواد الأولية في الخيفات نضع لأحد طلب عالمي على مجموعة من المنتجات وهو في الخيفات التي نضع لأمريكا على أوروبا على الصين على الهند ومجموعة من الدول بالإضافة إلى أن اليوم هذا الأمر هو أمر مهم جدا وبالتالي فإن أعتقد بأن نهاية السنة ممكن أن نرى أنا أعتقد بأن هذا القرار لإخدار باقي المغرب إلى معدل تدخم لم يتجاو 9% أو 10% مع نهاية السنة سيكون أتلأ كل ديله ولكن إذا معدل تدخم وصلت إلى ما فوق 10% أعتقد بأن القرار سيكون قرار متأخر نوعا مع بحشر أو شهرين وبالتالي سنضيعه في سنة 2022 ويرى أول مرة يوصل تدخم 8% يعني في نهاية سابقة من 1995 بالنسبة المغرب ومجموعة المغرب كان دائما يراهن على التوازو المقرأ اقتصادية كان دائما يراهن على عزل ميزانية لا يتجاو تهاتة أبعة في المئة يراهن على نسبة نمو 2% يراهن على نسبة الدخم لا تتجاو 2% اليوم تخيل معي أننا ننتقل من أقل من 2% في 2021 إلى أكثر من 8% أو 9% في 2022 وهذا أمر يعني يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشرائع المواطنين لحسن الحظ هو أن هذا الحوار الاجتماعي الذي كان في 30 أبريل ويبدأ تفعيل سيعزز قدرات الشرائع المواطنين لأنه المتحدث المحدود يرتفع عليهم قليلا في قطاع العام وكذلك الإصلاح الجبائي الذي يبدأ معاني بداية 2023 الناس غير بحشو من الضريبة يعني قدرات الشرائع لتعزز وما البنك المغرب من خلال هذه الخطوة يريد الحد من التضخم على المستوى المحلي ولكن نحن نستورة التضخم أيضا لدينا مجموعة من السلع الأساسية التي تدخل في مجال التصنيع التي تدخل في عدة مجالات لدينا استيراد طاقي لا خيار لنا فيه لأننا نستورة منتجة للطاقة وكما تفضلت وصلت حتى فيما يخص البرميل البترول المكرر يختلف عن البرميل الخام هناك أسعار تستورد إن كنت تستورد فيها الخام وهذه قضية أخرى لنقشناها ميران ومتكرار حول الأسامير أنت اليوم أمام خيارات قد تجعل من خفض أثر هذا التضخم والرفع من القدرة الشرائية من جديد أمر يحتاج إلى كثير من الوقت صحيح صحيح هو اللي لك يعتمد علي المغرب هو كيقول بأن لا أريد أن نجد أن نجد أن يصلي اقتصاد وطني وطني يصلي محلي حيث أن اليوم التضخم هو عالمي وبالتالي يؤثر على اقتصاد وطني لا أريد أن نجد أن يصبح مستويات أن منتجوة المحلية كانت تتاف القيمة اليوم مؤشر إيجابي هو أن عندنا أسعار الطاقة في انخفاض هذا مؤشر مؤشر جيد جدا عندنا أسعار مجموعة من المواد أولية في انخفاض وصفة واصلة على حسب مواد المتراقب لكن أعتقد خيال السنة المقبلة هو أن تكون أمطار الخير لنحق المعدة المتوسط من الحبوب يعاد 1-75 مليون قنطار هذا يجب أن نحق نسبة النمولية مهمة لأن نعرف بأن قطاع الفلاحي يساهم كبير في نسبة النمو المغربي وبالتالي فإن باقي المغربي اليوم يعتمد على نسبة النمو التي كانت في 3.2% في قانون المالية في 2022 وخليناها في 1.5% وباقي المغربي كان يقول بأن بين 1 و 1.5% اليوم لن تتجاوز 0.8% في النمو بل إضافة إلى معدل التدخم الذي يجاوز 9% هذه كل أمور سلبية بالنسبة الاقتصال الوطني لخصصنا هذا الصفح سريعا ومبدأ في 2020 بواحد الأمل آخر وهذا هو السؤال ولي بنك المغرب كان واضحا في تصريحاته كان هناك نسب افتراضي للنمو من 1 إلى 2% كما تفضلت ولكن هو يريد أن لا يكون هناك استدامة لهذا التدخم صحيح فالاستدامة تعني أمور كثيرة جدا وانعكاسات على نسب النمو هذا أمر لا محالة وبالإضافة إلى مجموعة من الأمور التي لها علاقة بسلاسل الإنتاج وبالمواطن وبقدرة الشرائية وبعجلة الإنتاج ككل داخل مقاولات تعتمد على الاستهلاك وخاصة محلين ولكن السؤال المركزي ما هي انعكاسات رفع الفائدة على صياغة قانون المالي للسنة المالية المقبلة هذا سؤال مهم جدا لأن اليوم كنت نشوف بأن الفراديات التي كانت في الواقع التأطيرية دي المشروع قانون المالية تتكلم عن معدل النمو في 4.2% اليوم ويباك المغرب يتكلم على 3.6% يعني نشوف بأن 1.6% هذا رقم مهم في نسبة النمو بنك الدولي كنت تتذكر سي جادرير أعطانا 6% ممكن نحق وقبل نسب نمو قبل الجفاف قبل الحرب الروسية اليوم كنت ندعي على معدل التدخم في قانون المالية لا يتجاوز 2% اليوم ويباك المغرب يقول بأن سوف يتجاوز 2% في سنة 2023 اليوم كذلك لدينا واحد الرهان وهو دائما مرتهن بالسماء اليوم عندنا قانون المالية دينا هو مرتهن أساسا بتساقطات المطارية اليوم كنقول بأن نحقق واحد الموسم التساوصل إلا ما حققناش واحد الموسم دينا 65 من اليوم قينطار كل هذه المؤشتيرات غيرت مشيعة الحال أنا أعتقد بأن اليوم اللي هو أساسي وأن مشروع قانون المالية ما خاصة تركبو خطائ تكربناها السنة الماضية اليوم إلا ما كانت تساقطات في شهر أكتوبر وشهر نوانبير لا قدر الله خاص يعني إبان المناقشة نعود نشوف للتخديرات الأساسية وكنتمنوا اليوم نشوف بأن مجموعة متساقطات في مجموعة الممدينة المغربية نتمنوا أنها تواصل استمرارية باش على الأقل السنة المقبلية تكون أحسن بكثير من هذه السنة هذه اللي كانت سنة جفاف ما شفناش يعني منذ أربعين سنة متابعة عن كثب للتطورات التضخمية محليا ودوليا من طرف بنك المغرب كما قال البنك في بلاغي الذي تل المجلس هل هذا يعني بأن إن كانت هناك متغيرات قد يكون سيناريو مغير لما تفضلت به بعد أشهر بأن يكون زيادة إلى 2.5% يعني بمقدار أيضا 50 نقطة صحيح قد يكون انخفاض ربما وعودة لنسبة الفائدة الرئيسية التي كانت بكل تأكيد لأن اليوم نشوف الأمور اللي قام بها البنك الفيدرالي الأمريكي يعطي الأكل ديالا لأن تدخم اللي كان مع 9% أو 10% في أمريكا من يرتفع سير الفائدة في أمريكا هذا الشهر الماضي انخفض ولكن السيجدري بتداعيات على أسر لديها الرهن العقاري لديها قروض بنكي عقارية متحركة زادت فيها نسبة الفائدة يعني بأمور قياسية بالنسبة لهذه الأسر لأسر لديهم طلبة يحصلون على قروض من أجل الدراسة الجامعية هم أيضا بدورهم نحن اليوم عندنا التعليم المجاني في الجامعات لكنه ما عندهم نوعية استهلاك وعدد استهلاكية مغايرة حتى نسب الفائدة لديهم على القروض المتحركة القروض العقارية أيضا هي مغايرة تماما وآثر ذلك كان كبير وكبير جدا على الأسر الأمريكية ولكن هذا الانعكاس هو يعني أقل حدة من الانعكاس إذا كانت عدنا نسبة تدخم وهي وصل المستوىات قياسية لأن شيء يقع علينا هو أن لو صننا الواحد مسوىات 20% أو 25% من تدخم حتى أننا تكون واحد متوجد ومع دناشي مش نشرية ومع دناشي إمكانية وقع دناشي وعدنا واحد يعني نفس في طبق متوى صغير يرجعون للفقر والفقر يصنون أكثر وفقران وتوقع الأمور التي هي صعبة صعبة جدا اليوم كنشوف بأن نسب رفع الفائدة في أمريكا على الأكل وبالتالي فإن اليوم هذا القارة لبقى المغرب الآمن منه هو أن نحض تبدل التدخم في المغرب في 8% أو 8% أو 5% أو على الأقل 9% من نايا لنهاية السنة لأن لهذا المهم هو نبدأ في السنة المقبلة بأحد الجول وهو إيجابي بشكو عدنا التدخم يكون متحكم فيه ماذا عن الاقتراض من الخارج اليوم حين يتم رفع سعر الفائدة الدولار قفز لنسب بمواجهة اليورو والجنيه سترليني لم تكن منذ عقود سنوات طويلة لم يصل إلى هذه النسبة فاليوم نحن نقترض شيئنا ما أبينا بالدولار صحيح وتعاملاتنا المالية بالدولار رفع نسبة الفائدة من الفيدرالي الأمريكي لأن عكاس على قيمة الدولار وبالتالي نحن اليوم سنؤدي بمبالغ ستكون أكبر هل هذا أمر وارد هذا الأمر هو أمر واي جدا ولكن لهو مهم في سنة 2022 هو أن رغم هذه الضرفية الصعبة التي كانت في المغرب المغرب يعني عجز ميزانية لين تجاوز 5.9% لماذا؟ لأنك تعدنا تحصيلات ضريبية ارتفعت بأكثر 25% بالمقابل فإلى التحملات ديال الدولة لم ترتفع إلا 12% وكانت ممكن تكون أقل بكثير لو لسوا من دوق المقاصة اللي يعني ضعفنا فيه يعني المخصصات ديال ولم تتضرر الدولة باستيراد النفط بهذه الأسعار الخيالية لأن ضريبتها حافظت عليها بل استفادت من الضريبة لأن الضريبة على الدخل السلكية تابتة ولكن الضريبة على القيمة فهي مرتفعة ووفاء مغاربة العالم حافظ لنا على العملة في مكتب الصرف صحيح اليوم عندنا تقريبا أكثر من 100 مليار عن ضريق تحويلات المغربة مقيمة بالخارج عندنا 100 مليار سنجيبوها 8 مليار من السياحة و100 مليار من السيارات هذه كلها أمور مهمة جدا بالمقابل فإن تحملنا أنا كنظر بأن لو لا سنوق المقاصة كنا نكون في وضعية أكثر 30 مليار رحام في سنوق المقاصة لما يمكن أدوار لها خاصنا إعادة نظر في هذا الأمر واليوم أصبح النقاش عميق حتى حول أسعار المحروقات المجلس المنافسة التقرير قد نناقش في حلقات مقبلة ولكن أعتقد أن هناك بعض التحركات لدى القائمين على الاقتصار الوطني جوهرية في لبها يعني ليست على الهامش لا تحاكي المناسبات لا تحاكي ظرفية دولية أو ظرفية محلية وهذا أمر مطلوب هذا أمر مهم جدا بحيث أن من توصيات التقرير للمجلس المنفسة هذه الأخذة أصحار المحروقات وأن قلبي أن هناك استحالة لكي نعرجعه إلى الدعم المباشر يعني حسن في الموضوع الأمر حسن فيه وبالتالي اليوم كان ضيعه أكثر من 22 مليار ديالدرهم في غاز البوطان هذا غاز البوطان الكل يعلم بأن أكثر من 90% ستمشي إلى الضيعات الفلاحية اليوم ما فيها بس أننا نحافظ على الدعم للغاز البوطان ولكن يدعم المباشر للأسر وبالتالي فإن الدعم هذا لن يتجاوز يعني في أقصى التجلية دياله 8 أو 10 مليار ديالدرهم فهناك فرق كبير بين 10 مليار ديالدرهم وبين 32 مليار ديالدرهم سنوق المقاس وبالتالي فإن هذا أرقام هي أرقام مهمة خاصة تمشي في التعليم تمشي في الصحة تمشي في حماية اجتماعية تمشي في الاستثمار ليعود بالنفع خصوصا على الأجيال القادمة لأن اليوم تفضل تقبيل على مسوي اقتراض مزيان نقتارده ولكن اللي هو مهم وعدنا الحمد لله بقى عدنا في المغرب وأننا نقتارده من أجل الاستثمار عكس واحد مجموعة من الدول اليوم أصبحت تقتارد من أجل أنها تخلص الموضفين أو الخدمات ديالنس وهذا أمور ما ننبغيوش أن المغرب يوصل لها والحمد لله إن شاء الله أعتقد بأن لا يمكن أن نصل لها وحتى ثقة المقرد أكيد لا هذا ما فيش نحن لا نتعامل فقط مع البنك الدولي حتى مع بنك تجارية نعم بنك تجارية ونتعامل أيضا مع مؤسسات مالية أوروبية التي تقدم مجموعة من القروض بفوائد معقولة من أجل الاستثمار في التعليمي والصحاتي وأمور كثيرة جدا تدخل في إطار بناء المورد البشري ولكن الاستثمارات أو القروض التي تكون يعني قروض مخصصة لمجموعة من الاستثمارات تكون هذه تصب في خانة الإنتاج وليس الخدمات وهذا أمر مهم لأنها بإمكانك أن تحقق مردودية وهذه المردودية تؤدي بك إلى السداد وعدم التأخر كما يحدث مع مجموعة من الدول المتابعة الظرفية الدولية هل تؤدي بنا إلى تفاؤل حذر أم تشاؤم لأن المتغيرات لا توحي بأن هناك انفراجة وأنت تعلم الملفات الدسمة الموجودة حاليا عالميا أنا أنا أتفاؤل دائما أنا أعتقد بأن يعني المؤشيات كتقول يعني مؤشيات الاقتصادية كل ما يتعلق بالجيوستراتيجي هذا أمر آخر لأنك لا أحد كان يعني يتوقع أن تكون عندنا وحد حرب وسيئة أكرانية مع بداية السنة اليوم التفاؤل اللي عندنا هو شنو هو أن معدلة تدخم سوف تنخفض خيال السنة المقبلة أسعار الطاقة هي في انخفاض أسعار المواد الأولية هي في انخفاض هذه كل أمور إيجابية ودعنا نختم الحلقة بهذا المصطلح دي الإنخفاض لعله شكرا جزيلا لك سي محمد جدري الخبير الاقتصادي والمالي على كل هذه الإضاءات والإضاءات فيما يخص رفع أو قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 2% بمعدل 50 نقطة شكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحيانا ما كنتم وإلى لكم شكرا جزيلا